احنا لنا الحظ ان انتو تبقى موجود معا دي شرف لاي يا كابتن ربنا خليك انا مش عارف ابدأ منين هل ابدأ من الولومبي ولا الاسماعيلي ولا الزمالك ولا الاهلي ولا انما انا اقدك في حتة تانية خالص صدر انا عايزك بس تفك نفسك كده فاكك اهو افك عمي اكتر افك اهو اكتر افك كربلتا مواجه انت بدأت الكرة فين في الولومبي لا اول مرة لعبت الكرة في حياتك بس يا كابتن انا رجل عادي طبيعي انسان طبيعي يعني لعبت في الناد في الشارع قدام بيتي عند بيت والدي ووالديتي لغاية دلوقتي الحمد لله والشكر الله ربنا ديوم الصحة بنقعد وكان ابويا دايما ابويا كان لما كنا احنا صغيرين كان هو مسافر برا مصر على طول فكنا دايما انت سكن فين كنا سكنين في مكان اسمه زيزينيا معروف جدا في سكندرية طبعا طبعا ده تعمق ليه مسلسل يعني فالمكان ده يعني مكان دلوقتي الوضع مختلف زمان كان المكان ده حلو جدا ولطيف ونتمتاز تلعف الشارع كان لك فرقة اه لينا فرقة كلها موجودة وتلف الاحياء طبعا منلف الشارع اللي ورانا والشارع اللي جنب اللي جنبنا والشارع الفرقة كان اسمها ايه احنا كنا شارع النقيب شارع النقيب الفرقة كان اسمها فرقة شارع النقيب وكت انا ومحمد اخويا واحمد رقوف ده اللي هو ساكن فوقية وطوحة كان واحد صديقنا يعني ساكن قدامي وكنا خمسة ستة كده بنبقى موجودين دايما بنلعب مع بعضه وميده ده كان ميده ده كان حريف جد هو دكتوره راح بس هو كان متجه للدراسة اكتر من الناس طبعا كلنا كلنا أي واحد كان بالناس متجه للدراسة دلوقتي الناس كلها بتجي للكورة ومالجع بالدراسة فالمجموعة دي كنا بنلعب دايما وكنا بنحاول نكسب كنا بنكسب كل الناس تقريبا وبنحاول نكسب الناس اللي أكبر مننا خلي بالك ما هي أوقات طبعا زي ما كناك راح تأجر أرض فالأرض دي احنا من الساعة مثلا تلاتة الظهر لغاية الساعة خمسة دول الأولاد الصغيرين اللي هما السن بتاعنا السن الأكبر شوية اللي هما اللي أكبر مننا من خمسة لتمانية مثلا اللي هما أصحاب السطوة بقى اللي هما بالليل اللي هما بقى بتوع بالليل بتوع بالليل فإحنا بنتعدي الأيام دي عادي جدا طيب أنت أو أنت بتلعب في الشارع أو في الحارة أو في المركز الشباب أو في الساعة كان فيه لعيبة لفتت نظرك كنت صغير هما صغيرين معاك كده طبعا طبعا أنا محمد أخوي كان لعيب جامد جدا ما كملش أحمد أحمد رقوف ده كان لعيب كويس جدا ميدو ده كان لعيب حريف قوي ميدو محمد صبحي ده كان لعيب حريف جدا بس ما كملوش ما كملوش عندك الأسرة في البيت كان يسيبك تنزل تلعب في الشارع عادي كده أه ولا كانوا بيخافوا وقولك لا هتمي بدراستك الأول الكلام اللي إحنا كنا بنسمعه ده الحمد لله يا كابتن كان دراستنا ما كناش عبقرة في الدراسة أنا وعمر ومحمد إخواتي كنت شاطر إنت عادي ما كنت شاطر ما كنت شعب قري يعني بس كنت بجيب السبعينات تمانينات وبالشاطر أه لا مش شاطر إزاي لا لا أنا أخويا كبير وعمر أخويا كانوا بيجيبوا أرقام أكبر مني آه يعني محمد أخويا كبير كان بيجيب أرقام أكبر مني عمر كان بيجيب الصغير اللي بعدينا بشوية بيجاب أرقام أكتر مننا أحداً لاتنين هان الأسرة كان بتشوف الريبورت بتاعك أو الشهادة بتاعتك كل شهر عشان تنزلك الشرع آه آه بابا آه أبويا كان ربنا يدي له الصحة اللهم أمين كان الشهادة فاكر الشهادة بتاعت زماني لا طبعاً لقى الخضرة دي وتيجي ومكتوب كذا وكحك لا بس الحمد لله الحمد لله أنا مخدماش كحك فكان لا كان بابا دايماً هو اللي بيمضي كل شهر لما كان بيبقى موجود في مصر كان بيمضي كل شهر ايه المرة اللي روحت له وانت خايف ومش عاولي لا كتير كتير هو أنا أبويا يعني أبويا كان ذاكي جدا بسم الله من شاء الله ربنا يدي له الصحة هو كان بيشوفنا ويقعد يتفرج علينا كده وعارف مين هيكمل كورة ومين مش هيكمل ومين عايز يلعب ومين مش عايز يلعب ربنا يدي له الصحة كان هو اللي دايماً بيوقف في ظهري في حاجات كتيرة جداً جداً يعني مين اللي شافك وانت في الشرع وقالك اسلام ده هوادين هدي الأولونج وهيبقى لعيبك وأسمي دي لا هو مش اللي شافني أنا خالتي دكتورة سامية مختار خالتي كانت دكتورة في كوليتر بيع ريادي كويس أبو إير لا كانت ساعتها في فليمينج عندنا في مكان اسمه فليمينج كده في كوليتر بيع ريادي فطان سامية كانت مرتبطة برياضيين وكانت بتلعب في النادي الأولمبي وكلام من ودكتورة بقى في كوليتر بيع ريادي بتلعب ايه؟ بتلعب ألعب قوة آه وكان لها علاقات جيدة في كل الأنلايا طبعاً طبعاً وأمي ربنا يديها الصحة كانت مهندسة زراعية وشغل أمي كان في ظهر النادي الأولمبي يعني صور النادي الأولمبي زي محالة بتاعة صور نادي الزمالك كده والملاعب الله نقول عليه كان لازق في ظهره على طول الشغل بتاعها والدتي أمي كانت المهندسة الزراعية المسؤولة عن الزراعها بسكندرية كلها تقريباً كويس فخدت نادي الأولمبي معاه لا فكانت دايماً هي ورا النادي فهي قالت لها إيه طانت سامية لما شافتني بلعب وعايز أجري ودايماً بتشاءة وبعمل أمتوغداني قالت لها بقولك إيه ناخد الوقت دايما نوديه على نوديه النادي يلعب في النادي ونشوف النادي وأنا عارب مدرب هناك نكلمه يشوفه في الكرة وبتاعك نعم وفعلاً يا كابتن دا اللي حصل كان سنك كم سنة لما دخلت النبي 8 سنين 8 سنين 9 سنين على ما أتذكر يعني خلي باكدب من زمان أول معانا بقولك 8 سنين وروح نادي الولمبي طب وإنت داخل نادي الولمبي نادي الولمبي دا نادي كان اسمي كبير جداً ومازال معانا بقولك ومازال أه بالضبط كده تاني أقدم نادي في مصر لما دخلت خدوك من وإنت سنك 8 سنين كده وداخلين بيك النادي قابلت من من الناس النجوم العظيمة بتاعت نادي الولمبي شوفت الأول مدير فني مسكني في حياتي أو أول واحد دخلني النادي كان الكابتن أحمد كيبر كابتن كيبر دا كابتن كيبر كيبر دا أخو دا أخو الأخ الكبير لكيبر اللي كان بلعب في الولمبي لا هو أحمد كيبر هو كابتن أحمد كيبر ها كابتن كيبر اللي كان بلعب في الجيل بتاعكم أعتقد جيل بتاني ها تبينعدي منه على طول لا لا يا كلعيف جاب وانتبينعدي منه جماحنا عايزين لا دا أحمد دا جميل فكابتن كيبر كان لسه مبطل وكان اعتقد اللي كان هو اللي ماسك مدير قطاع الناشئين ده سغل كمان ده كابتن ده من زمان قوي تحسد بقى من اول من عشرة انا عندي 76 و 10 60 و 100 يعني حوالي 85 85 اه لانه كان بيلعب لحد تلاقي 82 وكابتن الكبر بطل ده نادي القلمبي طبعا انا بقالي فترة ما روحتش وبعتذل لهم جدا طبعا لكن دايما والله يا كابتن دايما بتابع اخبار النادي الاولمبي ولي بيحصل سنادي عاملين سنة ان شاء الله رائع مع كابتن رمضان السيد لسه هيبدأ الدولي الدرجة التالية ولكن كابتن رمضان السيد المدير الفني للنادي الاولمبي وعمل شغل رائع معهم الحقيقة ربنا يكرمهم ويصعدوا السنادي ان شاء الله بس ما كانش كده طبعا الاول كان جلينا اه كان اصعب من كده شوية لكن ملعب ده والمدرجات دي الحقيقة شفت ايام جميلة جدا وايام عمري كلها تأيام من وانا صغير عشتها في هذا النادي الكبير والعريق وانت لما دخلت نادي الاولمبي قابلت احمد كيبر كابتن كيبر خدني بقى كتان سامية مبلغان ان انا جاي انا والدتي وحنلعب بقى كنت خايف جدا طبعا بس كنت لسه عالي صغير شفت مين من النجوم وانت داخل كده بس وكان الكابتن كيبر كنت لسه صغير فالكابتن كيبر كان اول حد خدني وداني كنت بلعب بقى ساعتها 8 9 سنين او 10 سنين كان لسه مبطل كورة كابتن محمد عبد المنعم كان بيلعب ليبرو ايوه كابتن محمد عبد المنعم كان بيلبس رقم 6 وانا كنت نفسي فكابتن محمد عبد المنعم لما مسكنا هو الموديلي اللي كان بالنسبة لي كنت بسيسله فلعبت ليبرو وخدت رقم 6 وهو داني تشيرت رقم 6 لعبت ليبرو وخلاص بدأت بقى في النادي الاولمبي من سنة وانا عندي 10 سنين مثلا 11 سنة بدأت بقى ألعب والدنيا تمشي الوقت ده برضو كانت أمي ربنا يديها الصحة دي تقبت معي يا الله العظيم يا كابتن محمد ربنا يديها الصحة واللهم أمين يا رب كانت بتاخد بتروح تظهرها على طول طبعا دي كانت لسه عندي قريب من ساعة انا اعمل اقول لها يا أمي تعالي تاني يا قديم ايها وابويا يعني تعال اقول المباركة بتاعتك دي اللي اتعيش بيها طبعا فكانت بتاخدني أمي الصبح توديني نادي الشبان المسلمين ده فيه في الشطبي على ناصة الترماي كده من زرأة عارف عارف فكانت توديني هناك اتمرن الصبح سلة تعرف ان انا كنت هروح منتخب مصر للسلة مع اسماعيل أحمد كنت هروح منتخب مصر سلة كنا هنروح نادي الاتحاد السكندري ساعتها وجاء لي منتخب مصر كرة ومنتخب وكنت هروح نادي الاتحاد السكندري العب فيه سلة بياخدوا من النادي الشبان المسلمين كان معايا نجم الاتحاد السكندري اسماعيل أحمد أولاً اللي كنت معي يعني فأنا فضلت الكرة طبعاً كان الكابتن سيد الطباخ ربنا يديله الصحة بنا يديله الصحة والعافية المدير الفني لمنتخب تحت 14 سنة آه قعد فترة طويلة الكابتن طباخ وهو اللي علمني حاجات كتيرة جداً في كرة القدم كابتن سيد الطباخ ربنا يديله الصحة فاخترت طبعاً الكرة وكملت في الكرة والحمد لله دليل طيب وانت في النشئين عدت كم سنة في النشئين نشئين الأولمبي آه وإيه وإيه. لقبت مسابقات تحت 14 سنة أو تحت 16 سنة. كل المسابقات المحلية اللي كانت بتتلاقي بكتت بالعب؟ طيب احنا مثلا في النادي الاهلي مثلا. انا بدي امثلة يعني. نعم. لما كنا بنلعب في النادي يعني احنا صغيرين كان يجي كابتون مصطف حسين رحمة الله عليه. ويقول لك احنا ما نعرفش حاجة غير المركز الاول. اوكي. كان بقول لكم ايه في الولمبي. دايما كان الاتجاه ان احنا النادي الولمبي كان بيحاول يجيب لعيبة كبار. علشان. لعيبة صغيرين. اه. عشان يبقوا كبار. يربيها عنده يعني. يعني. وتلعب باسم النادي. وتلعب باسم النادي او يباحها. لانه كانت طبعا الظروف صعبة جدا. لكن كان دايما المباريات اللي بيبقى فيها درب اسكندرية والومبي والتحاد. طبعا. المباريات دي بالنسبة لنا كانت بتبقى مباريات صعبة جدا جدا في النادي الولمبي يعني في ذلك الوقت. مين كان جيلك في اللي حسيته هم في الناشئين معاك انك هيطلع معاك في الدرجة الاولى وحتبقوا بصك مجموعة كبيرة الحقيقة كان عندي اول واحد طلع معايا منوصل بقى القصة ان انا طلعت ازاي فريق اول ما دي بس انا بقول الجيل الجيل كان علاء عمرو وخميس جعفر وابراهيم فرج ومحمد مرعي واحمد مكي دول كملوا فريق دول لعبوا فريق اول وبعدين بطلوا بطلوا طيب اول واحد بلاغ انك هتتدرب مع الفريق الاول الله يرحمه كابتن البوري كابتن بوري طبعا رحمة الله عليه جاب هلك ازاي له فضل كبير عليه كابتن بوري كلمني انا كنت لسه بالعب في الناشئين فلاقيتهم بيقولولي تعالة كابتن بوري عايزك كابتن بوري عايزنا انا كان هو المدير الفني كابتن بوري وكابتن مصطفى شيت ربنا يديله الصحة برضو كابتن مصطفى كان معينه قريب يعني تخيل بقى انت قاعد مع كابتن بوري وكابتن مصطفى شيتها دول رموز كبيرة جدا في النادي الأوليمبي وفي اسكندرية فالله يرحمه كابتن بوري كان المدير الفني وكابتن مصطفى كان المدير الكورة حاجة كده يعني فكلموني وقالوا انت لعيب كويس وهتطلع معنا بداية من المباريات القادمة حسيت بإيه ساعتها؟ مش مصدق نفسي كان سني 16 سنة وكم شهر و7-8 شهور كنت أنا وزميل لي اسمه أحمد عاطف كان حارس مرمى كان حارس مرمى كويس جدا اه ماكملش سافر بعد